مرحبا بكم اليوم عجينا تصلح مالح وحلو وانواع اللي تصوروا في بالكو نجم جي معاكم حوكي وحريري العجينا عملت بها لومبورجر وخبز البريوش وعملت بها السينامون رولز روعة 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 هنا اخذت كيلو فالينا ماذا بيك تكون بروتيين متاحة اكثر من عشرة حدايش اخذت عليها كعبة عظم ياغورتة ناتور مغرفة ونص صغيرة ملح مغرفة تين كبار خميرة متاع خبز الخميرة الفورية خميرة الفورية ثلاث مغرفة سكر المغرفة متاعية تهز 15 جرام مغرفة ماء وحطيت عليهم طواء هنا من الأول 150 مليلتر ماء دافي وبعد كان ناقص او كان زيت ناقص تقريب مية زت مية 450 تقريب وانتي ونوع الفيرين ماء دافي ونضع العجين ونضع العجين ونضع زيجر ونقص في كمية الماء ونضع الزيت ونضع أجن ونضع العجين ونضع عجن 10 دقائق ونضع الزيت 5 liter زيت ويخلص الفرق بين الزيت و الزبدة إذا كنت سيجعله هتبس و تولي كومباكت وكفي الأن الزيت يجعله هشوشة ونهارين ثلاثة أربعة ثلاثة أربعة تقعد العجين من بعد ونضع العجين حتى تتعجنتها بالقديم طابط انها نهبطها ونجعلها تخمر اقل حاجة ساعة لا نكثروش ساعتين ما نصلوش ساعتين لا تتحرق لنا الخميرة تموت وتولي ما عادش تمشي ما عادش تخدم لنا يعنيها صحيح تطلع معاك من الاول اما كان خليطها برشا وقت رغم بعض ما عاش تطلع معاك و تقعد لكميته و ريحتها تتبتن يقولوني ما هو الحل تزيدها خميرة اخرى و تستنيها تخمر مرة اخرى اياريت شفتوها كيفاش تضاعف الحجم متاحة تقريب ثلاثة ولا اربعة مرات و طوى العجينة يجبها تتلصق العجينة تكون تتلصق و نخدمها بالفرينة او كرشية الفرينة في يد يفوقها فق البلونتو الخباي و شوفوا لي هيك المنظر ما شاء الله كيف خيوط العنكبوت هبطتك العجينة متاعي و باش نقسمها كما قدتوكم نحلها بودان كبيرة حتى اربعة خمسة نوع او كلمها الهنا بالفرينة باش ما تلصقشوا و نقعد نثبت كل تركينا بلاصة لسقط فيها نبعدها و نحط بلاصتها لخميرة نحلها بودان كبيرة هكيا باش نفصل فيها بشوي بشوي اول حاجة باش نعملها لساندويتشات متاع لنبورغير قلت خليهم للعشاء لفطور انا دي جا طيبت و خلي للعشاء يديو حوي جيت خفيفة هكيا و مووش بشكون ثقيل يعني طوى اخذت الكورات الكبر اللي تحبوا عليه انتوما اكيد باش نعمل ستة كعبات او كنوز بداية نريتوني نبدأ نهز و نشوف هذي ارزن هذي اخف نهز من هذي نحط في هذي باش نجيبهم تقريب نفس الكبر تقريبه ركزوا لي على تقريبه و محطة بحذية الفرينة وهو كنكورهم طوى بالفرينة اللف بالفرينة ما نحطش الفرينة في البلاسة و نسكر فيها هذي كمفوق نحط معناها من وجه الفرينة ملوطة مبعد كنطيبها تخرج ليراغوا فيها الفرينة ظاهرة مئنية معناها مهيش على بره احنا الفرينة باش نعملوها كيما الغطاها هكا كل غشي من بره باش ما يخليهاش تلسق فينا في دينا ولا في البلوندو الخفايا ولا وين نخدموها كملنا كورناهم كيما تراغوا نغطيهم و خليهم يخمروا نمشي تطولد الشكل الثاني الشكل الثاني شنوه باش نعمل كيما الخبز البريوش متع التارتين نعملوه تارتين كيما البندومي في بلاس البندومي مش نعنوه بالعجينة البريوش لهني اخذتهم كورات كيما تراغوا صغار انتي والقالبة متاعك قدش يهز انه عندي القالبة متاع الكيكوة الى البندومي يترشوه بالفرينة بالزيت بلي تحبونتوما انه نعفوه ميلساقش دونك مش خليها كيكا بغير ما نرشو بعد دجاجه ملفوفه بالفرينة و بعد نجي طوى نعملوهم بشكل ما همشوا نقابلين بعضهم بشيخرجوها كمزيني نهو كاكيمات راغوا و نعملو في الكواد دي كنا نعمل كعبة صغيرة ومن بعد نبدأ هكاكا نحطهم بجنب بعضهم بجنب بعضهم حتى نكملها هنا نعمل هكاكا راهو يجيوني تقريب في كبرى القلب تحبوهم أعلى عملهم أخشن شوية ما تكثروش برشا سنو لديكم يصير عالية كملتهم طواكيل عادة نغطيها ونخليها تخبر ونمشي للشكل الأخير اللي هو الرول متاع القرفة بجنب تعملوا في بلاصتها كريم باتيسير وشوكولاتة ختينة تحطوا اللي تحبو انتماء اخترت بش نحط زبدة وسكر وفني وقرفة نحبها 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 عالقر بالطريقة هذيه تعجبني ونحسها محليها صراح اللي يحب يسمني تفضل خاطر كي تاكل منها ماذا بيك ماذا تقول يزيل وفهم يقول زيد وطوا اللي بقا كما ترى وحليته هكيا مربع نقلو مستطيل كما تحب انتي ونقعد ديما كلا عادة نخدم بالفيرينا بش ما تلسقش معايا ونتأكد لي هي مهيش ليسقة ونحلها تكون جويدة مش رهيفة ومش خشينة وطوا نحضرها هنا مغارفة كبيرة زبدة وتقريب ثلاثة مغارفة كبار سكر عندي بوني واربوع مغارفة قهوة شي اسمها كاني القرفة وحتيت الفاني سكر فاني من هنا حسيتو شوية يخيزت نفس الكمية من بعد الاشترا ثاني تشوفوها ونقعد الزبدة تكون حتيتها في الميكرو وانت ثلاثين ثانية بشكا ذيبت شوية نحبوها تكون كيلب وماظة ما تجينيش ذيبة عالاخر ما كانش اتسيح معانا ونحن نشكل فيها من بعد او كتكون هكيا كيلب وماظة الهني دنيا بيرد وجمدتلي فيسع الاشترا ثاني زدتو يمكن عشرة سجوندا يعني 40 سجوندا في الميكرو وانت وطاوة كملت الشطرة الثاني اهو كملتها لكلها كما قلت لكم تدهنوها بلي تحبو انتوما ومش نبدأ طاوة الرولي فيها بشوية بشوية السينامون رولس ومبعد نسكر في لخ القفيلة اللي كان نسكر كان عندكم برشة فرينة وانفضوها خط الفرينة ما تخليكم مش تعمل القفيلة تسكروها وكالعادة بالفرينة تحتها تبدأ معناه البلاسة مهيج تتلصق ونجي طوان ناخذ الخيط اذاك الخيطة كمتاع سنين انا نستعمل فيه وقال الخيط متاع خياطة تخسلو وتنظفو وتحطو حتى ما تخسلوش مش مش مشكلة بعد بش يدخل الفور يعني بش يتحرك كل شي ونجي ناخذ الخشن اللي نحب عليه ونعمل بالعكس ونضربها فرد ضربة ما نبدأوش بش شوية نسك نقصوها نقصوها فرد ضربة بش تخرجنها منظرها ظاهر مزيان كنت تعملها بالسكينة تطلب زمعك تجي طاقة الأولى في الطاقة ثانية في الطاقة ثانية لا تظهر لك بش تسكر احسن حاجة بالخيط ونضعهم في القالب القالب متاعي رشيته بالفرينة خاطرهم عملي ما عملت فيها عجينة نعم فيك نلقاتو اي قالب عندكم اعمل فيها ما حشتيش بالشكل حشتي بالدورة متاعي يكون مدورة نحب بها تكوني كال خبزة مدورة ونحن عندي كعبة عظامة مطور كثتها نرجع لك الخبيزيات لقيتهم خمر ونكملتهم غطيتهم خليطهم يخمروا من بعد ما يخمروا نركض لهم عظيمة وتحبوا الأصفر ولا الأبيض ولا زوز مع بعضهم ومن بعد الرش عليهم ندهن كاكب العظام ونحط عليهم اللي تحبوا انتوما تزينوا به نعمل الجلجلين أبيض الجلجلين الأبيض والجلجلين الأصمر ما همش فرد ما طعمره أنا في الحالويات دي ما يعجبني الأبيض في الزينة تحسوا أخف وعنده ريحته سبيسيال القوي الأخر الأحمر قوي يجي كان صمصة عندي ولا زرير وطاواد هنت البيقي الكل بل العظام هذي عنديك السكر باغلا ذيك وتلقاوه تحبوه تخذوه باك وتلقاوه باكوية تتباع راهو في أي ماركة ولا أي مجازن والحقيقة مش دي ما راهو متوفر يعني كي بده متوفره يجب أن نأخذ منه نزين به البريوشات وخمره الحجم متضعف ونضعهم بعد ما نخرج الخبز الخبز حتيته على 180 درجة بش ما يتحرق ليش ولا يبس 180 درجة ومدة تقريب 18 دقيقة ماكس 20 دقيقة انتي والفورم تنجم حتى الفور صغير يخذ حتى 12 دقيقة وطاوه هذو مالرولات متاع القرفة دهنت الفيرين العظم على الحراف على العجينة مش على الحشوه وطاوه هذو مالخبز اهوكا بش يخرج يبس مكبوس كي تضرب ويبدأ يقربع ما يعطيش معك حيات شبش تعملو انغطيه والخلي حتى يبرد يا شمال يا شمال هذا اكثر المتاع المتاع العشيه يرضى الاعجان لديك وراء وهذا البريوش نقصها تخطين بها الهنة نعمل كمية كبيرة نقصهم و نقصهم و كل طرفين على حسب واحد بشي ستاعم نضعه في ساشي و نضع في الكنجيلاتور نجب الطول و نضع في الفور و نعمل بها كالتخطين و لكثير من تحب ماذا بها تبتدور و لن نتوفر عنها الخبز ماذا بها تكون حاجة متاع دار نعاود و قولوا بتاع دار في الدار تكون خين من وحاشة الشارع بصراحة أو كوين تشتي حاجة نجبدلها طول من الكنجيلاتور و هاكا هي تعرف اثنية تمشي تجبد وحدها و تحط في اليرفراير و تعمل أمورها و هاذا هي القرفة ها هوكم صيق لبتهم طاب و زيادة و برده شوية مش طول حتيتهم هاذا هي قفهم من الوطة و انا محشتيش بقفهم حشتي بوجهم حشتي بوجهم حشتيش بيه مش يعملي منظر مزيين ولا حاجة حشتي بوجهم هكا البراني و ذيكا كطاحت في الوسط على خطر القالب هو عالي في الوسط كي نحيتو القال هواي الفراغ حبط اللوطة و هذيك الجسوس متع السينامون رولز ما نعرف شو ماش يعمل فيها سكر و قارس و سكر و حليب انا نعمل مئة جرام شوكولاتة بيضة عليها مئة و عشرة و مئة و عشرين ميلي لتر كريمة سيلة نذوب الشوكولاتة و الكريمة ما بعضهم يغليوا ضحاتهم و نصبهم فوق البرائج و نصبهم فوق البرائج اي بريوش رجل بنين بنين على اللي خارجي لا يعطيك مطعم شوكولاتة يعطيك المطعم و يشيريك المطعم و يبدو دورها كي يوفقك السكر لبيض و تقولني أبن وكمبيناس يسر بنينة مع القرفة و السكر البني كل شيئ روعة و يقولوا لي جماعة ما عناش سكر البني ما نعمل في بلاست السكر البني كراميل 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 البريوشة كراميل كراميل تنحي بالكعبة تجبضها بالدورة وقصتها من هذه الأسهل تقصها من داخل تصدقوني وقت خرجتهم من الفور كما لحية جدي تعرفوا هيك البغبة لحية جدي كيف يدي كيف لحية جدي كيف لحية جدي كيف يدي والنسجر وأنا نصحكم قد ما تعملوها بعد قد فقط كيف يريد أن يقوم تحليب على نكهة وفي الأيل خليت الحمى فروم ملح وفلفل أكحل كرفية وحتي طيبتهم في الشيفري تجربوني على اللخر و اضعوا الاجبن في اللخر و هذا هو لخ بزيت في الليل و مستخدموا لتشايره كما خليتوهما ذوكم العشية و كما في الليل عملت لهم ساموراي حتيت لهم كورنشان و سيبولات رخفتهم كريم لكيد على خطر ثقيل السوس و الاخرين ملت كاتشوب حسينوا حتيت للي كل واحد يحب و خص و طماطم و فاقوس و الأخيار و بصل الأحمر مثل السلايت اللي فيه هنو كحلوة ما فيهش ما يحرقش و طواب باش نسخن الخبز اللي يحب على الكسكروتم و بعد ما نعمل هولو نحطو في الشفري نصف دقيقة و الأقل حتى يسخن ما شاء الله في ساعة في ساعة و نخرج و شوفوا قديش طري و قديش جي خفيف و بنين بالحق حاجة روعة نويتكم و من شاهيكم الوصفة هذية قيدوها عندكم و ما عملوا بها لها الحاجات الملحة اللي تحبوا عليها و الها الحاجات اللي حلوة اشتركوا في القناة